استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأولي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة لرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمكتب سموه بقصر الوادي رئيس الاتحاد البحريني للجولف سعادة السيد علي صغر النعيمي ونائب رئيس الاتحاد البحريني للرماية سعادة الشيخ حمد بن راشد الخليفة قد حضر اللقاء سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية وسمو الشيخ خالد بن سلمان الخليفة عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني للرماية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر يأتي استقبال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لرئيس الاتحاد البحريني للجولف ونائب رئيس الاتحاد البحريني للرماية في إطار اهتمام سموه بدعم ومساندة الاتحاد الرياضية من أجل تنفيذ الخطط والبرامج التي تسهم في الارتقاء بمستوى الألعاب والرياضة والرياضيين على الشكل الذي يتوافق مع سياسة الهيئة العامة للرياضة في سبيل مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات في القطاع الرياضي بالمبلكة في بداية اللقاء رحب سموه برئيس الاتحاد البحريني للغولف ونائب رئيس الاتحاد البحريني للرماية مؤكدا سموه على الدور الكبير الذي يقوم به مجلسة إدارة الاتحادين نحو تخيق آمال وطموحات منتسبيها من أجل الوصول إلى التطوير المنشود بعدها طلع سبو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على الخطط والبرامج المستقبلية التي سنوفذها الاتحادان خلال الفترة القادمة بهدف رفع مستوى الرياضتين بما يضمن تهيئة الأجواء المثالية للرياضيين للاستعداد على الشكل الذي يدفعهم نحو المشاركة المشرفة والمنافسة على إحراز النتائج المتميزة بعد ذلك قام سموه بزيارة للاتحاد البحريني للرياضات البحرية بمقره في نادي الشراع البحريني ببلاج الجزائر وذلك ضمن الزيارات التي يقوم بها سموه للاتحادات الرياضية بهدف تعزيز التواصل مع الاتحادات والاطلاع على خططها الرامية لتطوير الرياضات والنهض بها نحو مستقبل أكثر تقدما وازدهارا لقطاع الرياضة التقى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة خلال زيارته للاتحاد بنائب رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية السيد نعمان راشد الحسن وعدد من أعضاء ومنتسبي الاتحاد ثمن سموه الجهود الكبيرة التي يبدلها الاتحاد من خلال إقامة الفعاليات والمسابقات المحلية وتهيئة الأجواء المثالية لإعداد وتحضير المنتخبات الوطنية للمشاركة المشرفة ومشيدا سموه بالنتائج المميزة التي حققها الاتحاد حاثا سموه على مواصلة العمل بهدف الارتقاء بمستوى الألعاب والرياضيين على الشكل الذي يسهم في تحقيق النجاحات في القطاع الرياضي وقد استمع سمو الشخالد بن حمد الخليفة إلى إجاز من نائب رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية حول الخطط التي يسعى الاتحاد لتنفيذها لضمان استمرار الجهود بهدف حظ المزيد من النتائج المميزة التي تعزز من الحضور البحريني في مختلف المشاركات العربية والقرية والدولية من جانبهم عبر رئيس الاتحاد البحريني للغولف ونائب رئيس الاتحاد البحريني للرماية ونائب رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية عن تقديرهم الكبير لسمو الشخالد بن حمد الخليفة ومشيدين بالجهود المميزة التي يبذلها سموه والتي تصب في مصلحة النهوض بالحركة الرياضية في المملكة مشيرين إلى أن الاتحادات وضعوا نصب عيونهم العمل على تنفيذ كل ما يتماشى مع السياسات التي رسمتها الهيئة العامة للرياضة برئاسة سموه لتطوير الرياضات ودعم مسيرتهم عبر رفع مستوى الكوادر الإدارية والفنية وتوسيع قاعدتهم من أجل مستقبل أفضل لهذه الألعاب الرياضية